صندوق الاخبار السلام عليكم ورحمة الله اكدت مصادر انه جرى الاستماع الى السيدة كانت على اتصال دائم مع الضحية وتبين وجود علاقة بينهما رغم ان كل منهما متزوج ولديه ابنة وقد تم حجز السيارة من نار كانت على مثنها السيدة المفكورة لاجراء فحوصات عليها حينما كانت ذاهب الاستيلة مواجبة الكراء حيث تملك منزلا بحي الرحمة وللتذكير فان السيارة ترجع ملكيتها لاخيها واثرت تحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة القضائية للدار البيضاء فما العثور على سيارة شرطي المرور محترقة بالكامل بالقر من السوق الاسبوعي بسكورة حيث لازل البحث جاري عن السلاح الوظيفي الخاص بالشرطي في محاولة لفك لغز هذا العمل الشانيع لا تنسوا الاشتراك في القناة والضطع على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وان اعجبكم فيديو اضغطوا على زر الاعجاب